السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا اليوم هو يوم التاسع من شهر محرم الحرام وغدا بإذن الله عاش وراء نحن الآن في شهر مبارك انه شهر محرم الحرام الذي هو شهر فضيل وشهر كريم حتى ان العرب قبل الاسلام كانت تعظمه وكانت تفرض على نفسها مجموعة من الالتزامات الشاقة بخصوص هذا الشهر انها تحترم حرمته فلا تفسق ولا تظلم ولا تعتدي ولا تفعل اي امر يثير غضب الاله هذا كان قبل الاسلام لانه من بقايا دين ابراهيم الخليل عليه السلام ما يسمى بالحنيفية السمحة بقايا تشريعات دينية واحكام ربانية ضلت متنطرة في بلد العرب حتى جاء الدين الاسلامي وجدد ربنا سبحانه وتعالى قيم هذا الدين ففرض على المسلمين احترام شهر محرم الحرام فكان الصحابة رضي الله عنهم كل ما اقبل هذا الشهر الا ويجددون ايمانهم ويجددون علاقتهم بربهم لانه اول سنة سنة جديدة سنة مباركة سنة مكرمة وقد تبت في السيرة النبوية الشريفة ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة المكرمة ووصل الى المدينة المنورة هناك التقى بجماعات من اليهود المدينة المنورة كانت تستوطنها بعض الجماعات اليهودية كيهود بني قينقاع ويهود بني النظير ويهود بني قريدة ويهود خيبر فالتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بينهما حوارات حول الاديان وحول الانساك فاذا بمثل هذا اليوم التاسع من محرم وجد اليهود ذلك اليوم كلهم صائمين فتعجب النبي المكريم صلى الله عليه وسلم وسأل علماءهم وأحبارهم لماذا تصومون هذا اليوم يوم تسع العشرة فقالوا هذا يوم معظم ومكرم فيه أنجى الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام من كيد فرعون نحن نحتفي به لأنه يخلد لنصرة الإيمان ونبد الظلم هذا يوم فيه تخليد لنصرة أهل الإيمان وأهل اليقين وربنا عز وجل يهلك الظالمين ويهلك المعتدين فهلك فرعون وجنوده وأغرقهم في البحر وأنجى الله تعالى سيدنا موسى الكليم مع من معه من المؤمنين فنحن نشكر الله تعالى ونقوم بالصيام هذا اليوم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يتحجب قال موسى أخي ونحن أولى منكم بموسى موسى منا موسى كليم الله مذكور في القرآن العظيم وقد أنجاه الله تعالى نحن أولى بكم من موسى فسأصوم هذا اليوم فصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشراء ثم بعد ذلك أمر صيامه أمر صحابته بصيامه فصام كل الصحابة تقريباً يوم عاشراء فأحد الصحابة اعترض يا رسول الله هؤلاء اليهود يصومون هذا اليوم ونحن نفعل مثلهم ونحن مأمرون بمخالفتهم فقال نحن نوافقهم في الصواب ولكن نخالفهم فيما عدا ذلك فإن شاء الله إذا كان العام القابل نصوم تسوعاء فأمر بالصيام تسوعاء وعاشراء لكن النبي الكريم كما يروي ابن عباس رضي الله عنهما كان قد التحق بالرفيق الأعلى فلم يصوم تسوعاء ذلك اليوم كان بعد انتهاء نزول الدين الإسلامي ونزول القرآن الكريم واكتماله فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وسمى فقط عاشراء ولكنه آمر بصيام تسوعاء وقال إن شاء الله إن بقين من قابل لصمنا تسوعاء وبعد ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل صيام هذا اليوم قال صيام عاشراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية السنة الماضية كلها بما فيها من دنوب وبما فيها من خطايا وبما فيها من آتام كلها يغفرها المولى عز وجل ونحن محتاجين لمثل هذه الكرمات الربانية نحن في أمس الحاجة إلى مواطن لمغفرة الدنوب لأن الكثير مننا يتساهل هناك من عنده دنوب ظاهرة وهناك من يقع في دنوب باطنة وهناك من يتعرض للشبهات وهناك من يتعرض للشهوات وهناك من يضيع الفرائب وهناك من يفعل ما الله بيعليم فنحن في أمس الحاجة إلى المغفرة فقد جاءتنا هذه الهدية من السماء هدية مباركة أن من صام عاشراء فإنه يكفر السنة الماضية وإذا زدت سعاء سيكون بإذن الله قد وفق السنة النبوية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي أبو قتادة قال بأن من صام عرفات فإنه يكفر السنة الماضية والباقية صيام يوم عرفة اليوم العظيم الحج الأكبر من صامه غفر الله السنة الماضية والباقية لكن من صام عاشراء غفر الله له السنة الماضية من هنا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتنفسون في اغتنام هذه الفرص ولا يضيعونها بحجة أن اليوم طويل وأن الحر شديد وأننا عندنا التزامات في العمل وأننا عندنا التزامات مع الأسرة والأولاد ومتى يفرغ الإنسان الإنسان لن يفرغ أبدا ما دام في الدنيا كلها تعب تعب كلها هذه الحياة وما أعجب إلا من راغب في الزياد لا تجعل لإبليس عليك السلطانا فتسوف تقول إن شاء الله فيما بعد فيما بعد ما فيش فيما بعد لابد أن نغتنم الفرص اغتنم الأيام المباركة هذه تسمى كنوز من الرحمن أعطاها لنا ربنا عز وجل يوم عشراء هو يوم فيه النصرة الشيء المتميز في عشراء وهو أن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المؤمنين وينصرهم ينصر أهل الإيمان واليقين ويخدل أهل الظلم والباطل إذا درسنا التاريخ تاريخ الأديان سوف نلاحظ بأن معظم الأحداث الكبرى وقعت في عشراء في بعض الروايات فيها مثلا أن سيدنا آدم لما كان في صراع مع إبليس والصراع مع نفسه وكان قد وقع في الخطيئة وأراد من الله تعالى أن يغفر له وكان يتوسل إليه بالأذكار والأعمال الصالحة في الختام ربنا غفر له وقابل توبته متى قالوا قابل توبته يوم عشراء هذا اليوم الذي وقع فيه انتصار آدم عليه السلام على عدوه إبليس في هذا اليوم كما جاء في السنة الصحيحة أنه انتصر سيدنا موسى على فرعون وأيضا في السنة الصحيحة أيضا تبت أن سفينة نوح استوت على الجود وأنجى الله تعالى نوحا ومن معه وأهلك البقية الباقية كل من كان راكبا في سفينة نوح نجى وغيرهم قد هلك وغرق ووفق ذلك اليوم يوم عاشراء وقيل أن سيدنا أيوب عليه السلام لما كان مريد وكان سقيم وكان يبحث عن الدواء وانتظر سبعة عشر سنة من الصبر والمعاناة حينما آته الفرج جاءه يوم عاشراء حينما قال له الله تعالى ادرب برجلك هذا مغتسل بارد وشرب وأنزل الله عليه ماء الحياة فأعد له صحته وعافيته وقيل أيضا أن في مثل هذا اليوم عاشراء ربنا عز وجل سيرد يوسف عليه السلام إلى أبيه يعقوب سيدنا يعقوب ظل سنين طويلة وهو يبكي وهو يتألم لفراق ابنه يوسف فلدة كبده حتى بيضت عيناه من الحزن وأصابه العمى وكان ينتظر ولم ييأس من رحمة الله وجاءه البشير ومن ثم التقى يوسف مع أبيه يعقوب متى قيل أنه يوم عاشراء أيضا سيدنا يونس ابن متى عليه السلام لما التقمه الحوت ونزل به إلى القعر اللجي في البحر في الظلمات الثلاث ظلمة بطن الحوت وظلمة جوف البحر وظلمة الليل وكان يناجي ربه ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فسيدنا يونس ضل أيام في بطن الحوت متى وقع النجات ولفضه الحوت وأنبت عليه شرب يقتين متى قيل أنه وفق يوم عاشراء وقيل أن نبي الله داود عليه السلام لما كان يحكم أحكاما قضائية فأخطأ فيها وأساء وظلم واستغفر ربه وأناب تاب الله عليه ومتى تاب عليه قيل أنه وفق يوم عاشراء وقيل أن ربنا عز وجل سيهب لسيدنا سليمان الملك لما طلب منه ملك لا ينبغي لأحد من بعده ملك عظيم ربنا استجاب له وأعطاه الملك العظيم الذي فيه الجن والعفاريت والطيور والسباع والحيتان والريح كلها ملك عظيم خطير أسطوري أعطاه الله تعالى لسيدنا سليمان متى استجاب دعوته يوم عاشراء وقيل إن سيدنا إبراهيم الخليل خليل الرحمن سينتصر على النمرود النمرود الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى وكان يبطش بكل مؤمن موحد فأراد أن يبطش بسيدنا إبراهيم الخليل وأضرم النيران وألقى عليه المنجنيق لكي يحرقه لكن سيدنا إبراهيم بقي يقول يا واحد يا أحد فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين كل هذا وقع في يوم عاشراء وقيل كلام كثير بعضه قد يصح عند أهل الحديث وبعضه روايات تحتمل وتحتمل ولكن يبدو بأن من أهم ما تبت في تاريخ عاشراء من أحداث وهي مقتل سيدنا الحسين عليه السلام هذا حدث عظيم هذا حدث جلل بل هو مصيبة عظمى بسببها ستنشق الأمة الإسلامية إلى فرقتين عظيمتين ما يسمى عند أهل الفكر الإسلامي بأهل السنة والجماعة وأهل الشيعة وقع ظلم على سيدنا الحسين عليه السلام وأرد أن يغير هذا الظلم بالسلاح ويغيره بالتورة ويغيره بالتمرد وجمع فئة من أنصاره ودخل في عراق مع النظام الحاكم آنداك ووقع الذي وقع باغتيال سيدنا الحسين في معركة كر بلاء ما تسمى بكرب وبلاء وأحدث عظيمة شديدة ومحزنة ومؤترة وكانت نتيجتها أن الأمة الإسلامية أمة التوحيد الأمة التي ضلت إلى هذا العهد دائما متماسكة الصحابة الأنصار والمهاجرين ستنقسم إلى فرقتين عظيمتين هي فرقة أهل السنة والجماعة وأهل الشيعة ومن ذلك الحين بقي الصراع إلى يومنا هذا وكان سببا عظيما في تأخر الإسلام وفي انتشار القلاق والحروب والاستضامات الدموية بين أهل القبلة الواحدة عشراء هو دائما موطن للأحداث لكن ماذا يهمنا نحن في عشراء في مغربنا العزيز نلاحظ بأن في عشراء الناس يحتفلون بالدرعة غريبة طرق الاحتفال في العالم الإسلامي مختلفة هناك بعض الدول المحسوبة على أهل السنة والجماعة في مثل هذا اليوم تفرح وتسعد وتوسع على العيال ويدريبون بالدفوف والمزامير ويكون هناك غناء وإنشاد وتوسعة بالطعام والشراب ودول أخرى محسوبة على معسكر التشيع ماذا تفعل في هذا اليوم؟ إنها تحزن وتبكي وتضرم النيران والنيران هي عدة مجوسية متى ابتدأت في إيران إيران لأن إيران قبل الإسلام كانت تدين بالمجوسية ألف سنة وزيادة كان هناك الدين المجوسي الذي يعبد النار فبقيتها للآطار والتقاريد والعادات فعندما اقتل سيدنا الحسين شيعته أضرموا النيران وأخذوا يقومون بندب الخدود وتمزيق الجيوب والبكاء والندب وترديد الأشعار الحزينة وأشياء أخرى تعرفونها جميعا مقلقة ومقرفة لا تنسجم مع نظام الإسلام وإنسانية الإسلام وعظمة الإسلام تقاليد وعادات وصراعات سياسية أفرزت منظومة فكرية وسلوكية كبيرة باعدت بين الأمة وبين إسلامها الحقيقي نحن في المغرب الحمد لله في العهود الأخيرة صارت الأمور قليلة ولكن فيما قبل كان هناك في الأحياء الشعبية نجد العملين الاثنين المتناقضين نجد هناك من يوقد النيران ويستعمل المفرقعات والأطفال الصغار يلعبون بلعب كلها لعب حربية لاحظوا بأن اللعب للأطفال هناك مسدسات وهناك بنادق وهناك مفرقعات وهناك وهناك وبالمقابل هناك التوسع على العيال الجرجاع واللوز والجديداء وطعام وشراب ثم هناك غريب في بعض الأوسط الشعبية النساء يأخذن حريتهن الكاملة ليلة عشرة النساء يخرجوا بكل حرية في الأزق والشوارع ويقولوا باب عشور معلن حكام آل الله ما المقصود بهذه الكلمة يعني أن المرأة كانت مقموعة والمرأة كانت مظلومة ومهضومة حقوقها ففي مثل هذا اليوم لأنه يوم النصر ويوم تكسير القيود ويوم أن تقول للظلم لا وألف لا الكل يخرج فكانت النساء عبر التاريخ يخرجنا الفتيات والنساء يضربنا بالدفوف والتعريج ويقولون باب عشور معلن حكام آل الله ثم يقوم شباب آخرون بأن يتغنوا بمكا والمدينة ويتغنوا بجبل عرافة ويتغنوا بالقيم الدينية النبيلة فلماذا هذا التنقض في مغربنا العزيز؟ لأن المغرب بلد آمن وعبر التاريخ شهد تواجد شيعي لكنه شيعي سني وتواجد سني عميق وكان هناك كموطن ومحطة لتواجد كل هذه الفرق مرت بالمغرب لكنها تم احتوائها لتبقى دائما في بوتقة لا تتير النعارات ولا تتير الحروب فصارت هذه الشيعة المغربية صارت هي فيها موالات لآل البيت فقط شيعة المغربة فيها موالات لآل البيت وحب عميق لآل البيت دون أن تذهب بعيدا نحو الصراع السياسي ونشب الخلافات القديمة وإطارة البلابل والقلاقل في بعد عاشوراء ما الذي يقع؟ هناك فئة تقوم بواحد العامل كي تسمى يوم زمزم ما معنى يوم زمزم؟ وهو يوم تقوم فيه فئة صوفية فئة صوفية ما يسمى الآن بالصوفية هي كانت تسمى أيام زمان الزهاد واحد مجموعة للناس زهاد بعيدين عن الحرام فكانوا يترقبون ما الذي يقع في الأمة صراع وخلاف فأرادوا أن تخمد الفتن فكانوا يأتون بماء زمزم ماء زمزم في الحرم الشريف ثم يرشون به الناس لكي يسكت الغضب يسكت عنهم الغضب فأصبح في البدد الأخرى كلها يرش الماء العادي ولكنهم يسمونه زمزم تبركاً ما الغي منه؟ أن الناس الغضب اللي كان والصراع أنه كله يخفت لماذا نتصارع؟ وكلنا من آدم وآدم من تراب كلنا من حواء وآدم وكلنا إخوة وكلنا نشترك في عنصر الأخوة الإنسانية لماذا الصراع؟ فكانت هناك فئة من الناس من الزهاد كانوا يقولون هذه الدنيا التي نتصارع عليها لا تساوي شيء نتصارع على السياسة وعلى الكراسي ولا الأموال راه لا تساوي شيء لأن الحياة قصيرة وسوف نودع كلنا كم ستدوم لك هذه الأشياء لو دامت لغيرك ما وصلت إليك فكانوا يترنمون بالأمداح النبوية ويقومون برش الماء عادات كثيرة تقع في عاشرة من بينها أن بعض النساء يذهبن إلى أين؟ إلى المقابر فنلاحظ غدا إن شاء الله تقاليد وعادات أن الناس يزورون المقابر وهذه ليس في السنة هذه كلها مجرد عادات وتقاليد أخذها الناس عن كلام الناس فيعتقدون بأن الأرواح تعود إلى الأجسام الأموات يوم عاشرة فتجدهم يذهبون إلى عاشرة للترحم على أموتهم اعتقادا منهم بأن الروح الطاهرة للميت تعود إلى القبر إلى صاحبها فيحيى حياة برزخية وهناك يتحدث مع ميته ويتصدق نجد هناك المقابر غدا العاشرة سنجد هناك عد كبير من الناس الآن السلطات المحلية تقوم بأخذ التدابير اللازمة في المقابر وتقوم بإنزال رجال الوقاية المدنية ورجال القوات المساعدة لتنظيم الجحافل التي تأتي للزيارة ثم هناك بيع بعض الأطعمة خصوة الأطعمة الجفة كالكتين الجفة الأتمار والشريحة وغيرها والخبز لأنه يبقى يدوم ويدوم والصدقات هذه كله اعتقادات الميت ممكن أن تزوره في أي وقت وحيم ويمكن أن تتصدق عليه من مكانك لا داعي لك تذهب إلى المقبرة ممكن أن تتصدق عليه من مكانك وينتفع أما أن تذهب إليه ويقع اختلاط بين الرجال والنساء وتقع هناك فوضى هذا كله ليس من الدين وليس من السنة وإنما هو تقاليد وعادات اجتماعية ثم غير ذلك أخطر ما في عشراء أخطر ما في عشراء هو أن بعض الناس يأخذون هذه المناسبة للأعمال السحرية هناك الشعوة ده يبلغ مداها في هذا اليوم هذه الليلة بالضبط ليلة عشراء التاسع والعشر ليلة عشراء فيها السحر يقولون بأن الأفلاك والنجوم والكواكب والأرواح تكون مهيئة لكي يقومون بأعمال شيطانية فنشهد الناس لفيهم السرع ولفيهم المس والناس لعندهم السحر كلهم يتأذون بأضعاف المضاعفة في هذه الأيام لكن الناس ينسون بأن ما ورد عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام من شار محرم الحرام وهو ذكر الله وهو صلة الرحم وهو الصيام تسع وعشراء وهو إخراج زكاة الأموال والتوسع على الفقراء وعلى الأيتام والأرامل والمحتاجين هذا ما في السنة النبوي الصحيحة الدين الإسلامي صار غريبا الناس يتشبتون بأفكار وتقاليد وعادات بعضها نتيجة صراعات سياسية وبعضها نتيجة كلام أهل الأهواء وبعضها وليد لأحداث اجتماعية وكل ذلك الإسلام منه براء ما في الدين الإسلامي في محرم الحرام هو تعظيم هذا الشهر وعدم الضلم وعدم الإيداء شهر التسامح شهر المحبة شهر المودة وشهر ذكر الله ثم إنه شهر الصيام بامتياز خصوصا تاسعاء وعاشراء ثم هو موسم إخراج الزكوات والتوسع على الفقراء والمساكين فنسأل الله تعالى العلي العظيم أن يحفظنا ويرعانا وينبهنا ويعلمنا ديننا وأنبه أن الشباب ديننا والأولاد يقومون بمفرقعات في الشوارع والأزقة في هذه اللحظة نتكلم نسمع هناك مفرقعات في الشوارع والأزقة هذا فيه ظلم وفيه أذية للمواطنين وترويع للآمنين وهو حرام في الدين ينبغي للآباء وأولياء الأمور أن يتدخلوا لمنع هؤلاء الأولاد من استعمال المفرقعات واستعمال هذه الحرائق التي تؤدي المواطنين وكذلك لابد للنساء أن يحفظن أنفسهن من الخروج ليلا حتى لا يتعرضن لاعتداء من طرف بعض المتسكعين يقولن عاشراء مرين أحكام ألا لا فحينما يخرجون قد يتعرضون موكب من مواكب النساء لاعتداء بعض المتشردين والمتسكعين فيأدونهم فعلينا أن نرجع إلى حقيقة الدين الإسلامي الذي هو دين معقلا ودين فيه قيم إنسانية ودين يبني ولا يهدم دين يجمع ولا يفرق ودين يزرع الحياة من جديد على جمالها وأصولها في الحياة بارك الله في الجميع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا أيها الأحباب الكرام يسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية لاستقبال مكالماتكم كلنا آذان صاغية وقلوب وعية على كل ما تجد به قرائحكم أرقمنا كالعادة سفر خمسة تنين وعشرين تمانية وتمانين سفر سفر ستين أو واحد ستين أو اتنين ستين أو الرقم الهاتفي سفر خمسة تنين وعشرين ستا وربعين تنين وسبعين خمسين أو واحد خمسين أو اتنين وخمسين مرحبا بالجميع ونبدأها من القنيطرة مع للا حنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله مرحبا بنتي السلام عليكم عمي حياك الله للحنان لا يدرك فيك عمي والله نحن نجد سعادة بالتكلم معك اليوم يا أهلا وسهلا بيك عاديت عبر معك أستاذ وقليها قول بيتي فقفو هذا من حيائك ابنتي فيك الحياة الله يطول عمرك ويبارك فيك ويصلحك لا يدرك فيك أستاذ من المرة عدينا في عطالك فتقربنا عامين نهتنا نحاول إطالك ومتشحون الحمد لله اليوم في هذا اله مباركة للأسف الله أحفظك سبحانينا بنتي سبحانينا للاحنان الله علي مقامك بنتي يا بخابن أنا لختي داعي معنا احنا يا طالبة في الجامع أنا أخي الكبر بيتك تداعي معنا حيتي الله يبيتعي اللامه يباش يفقنا الله يفقه يا الكبر حيتيó مصاب بوحد الداء وفي نفس الوقت يقرأ ويحاول يجي لولنسكين ويجي تدعي معه بزاف لا إله إلا الله حيث تصاب بوحد الداء مزمن ولكي في نفس الوقت يحاول تبارك الله عليه يكمل ويواصل وخار اللحظة باليأس هذا ويجي تدعي معه اليوم يا ربي إذن الله بانتحانا مع الواليد ديالي وحيث تحاول يخدم بشي يفررنا اللقم للعيش ويخلينا نعيش بالكرامة دينا الحمد لله ودعي مع الواليد ديالي ولكي تدعي معنا تبارك الله واجهة زياد الخار حيث تحاول توسمنا للكي بغاية تحاول تدفعنا وخوي الصغير حتى هو يا تكبرته الهداية إن شاء الله يا رب إنت حناليس وولنك الدخول الجامعي واش بديتوله مازال بدنا اليوم كان هو أول حصابي في المقرر حيث كانت سعود اليوم تسعود دينا أول حصاب نعم ابنتي لو حددتين كيفش كان الاستقبال ديال هاد اليوم العظيم اليوم الدخول الجامعي طلبة الأستيدة هالأجواء ديالجامعة كان الأجواء مزانين حيث الأستيدة كانوا كيرحبوا الطلبات يشرحوا اليوم إلا المركتيش مثلا دكشري بغيتي كي يدوك البلايس اللي هتقلبة اليوم يعني كان صحي منمتاز الحمد لله الحمد لله الله يبقى لك بنتي حنان نعرضكم النجاح شكرا لك يا حنان شكرا لك شكرا لك شكرا حنان وهذه من المناسبة الحمد لله اليوم تم الدخول الجامعي والمدرسي وكل يقبل في التعليم الخصوصي فكيكون متميز تميز اللقاء التلاميذ والأستيدة والطاقم الإداري بعد عطلة طويلة كانت مريحة وكانت ممتعة يتم اللقاء في الدخول المدرسي والدخول الجامعي يا سلام أجواء كتكون كلها نغم وكلها فرح وكلها ابتهاج لما يلتقي الأساتد مع طلبتهم والطلب فيما بينهم يلتقون ويسلموا بعضهم على بعض بكل ارتياح وبكل عنفوان ثم نستعنف الدراسة ونتناول المواد والفصول والبرامج كل هذا يوم سعيد فكانت بغي الطلبة لأنهم يدخلوا بوحد الروح إيجابية روح إيجابية متفائل خلك متفائل أرمي حولك أرمي الحزن أرمي الأفكار السلبية غتلقى عراقيل غتلقى هناك مطبات لا تنتبه إليها خلي شف الأعلى شف المستقبل شف الأفق الباسم والجميل واستمتع بالأيام الدراسية لأنها سرعانا ما تمر أجمل أيام العمر هي أيام الجامعة أيام لطيفة وأيام سعيدة وأيام مباركة فحفظ الله تعالى كل أبنائنا وبنتنا التلاميذ والطلبة للا حنان كنحييك بنتي على هذا الروح الطيب اللي في قلب ديالك الأخ ديالك أولا هو مريض ويقاوم هذا ما نريده من الجميع الحياة هي فيها هي كفاح الحياة كفاح كان هتلر هتلر لما كان طالب وبدأ في المشوار التعليمي ديالكتب كتاب سماه الحياة كفاح لكننا مشاوف الكفاح الدكتاتوري انصرف عن بناء المجتمع وصار إلى التدمير والعيد بالله الحياة كفاح بمعنى أن الحياة فيها مجموعة من المطبات وفيها عرقيل وتصطدم هؤناس عندهم رغبات هكذا خلقها الله ربنا يتنزى في ملكه لو شاء لخلقها جميلة وخلقها نية وخلقها مباركة وخلقها ميسرة لكن الله سبحانه وتعالى هو خلقها كذلك لكن جعل فيها هنا مطب هنا انفراج هنا انعراج بحال أسبوع الفرس الفرس يجري وكلقى عرقيل أمامه اللعبة الحياة أيضا هي امتحان ولعبة لعب ولهون وزينة وتفاخر بينكم والإنسان لا بد لكي ينجح في هذه اللعبة أن يبقى دائما محافظا على الروح الإيجابية على الطاقة الإيجابية لا تنظر خلفك جعل الماضي الأسود اللي عندك انساه انظر إلى الأمام وابحث عن المتفائلين والمتفائلات واعقد علاقات جميلة على المودة والرحمة والاحترام والتقدير وغاتبشي الأخذي لك بنتي حنان رغم أنه مصاب بهذا المرض الشديد لكن عنده روح المقاومة هل تعلمين يا بنتي بأن أكبر المبدعين في العالم في مختلف العلوم في الفيزياء في الكيمياء حتى في الفنون في الموسيقى في الأدب في المسرح في السينما معظمهم كانوا متعبين وذلك التعب خلم أنهم يجلسوا في الدار وأنهم يقرأوا وأنهم يستمتعون بالقراءة والمطلع والبحث أكثر ويعمقون فيكسبهم وقتا لأنك يكون صحيح وكيكون فصح تلقى فرحان بشبابه ويجري هنا ويعقد علاقات هنا ويسافر هنا ويضيع وقته لأنه يطير فرحان لكن ذاك المريض ربما ذاك المرض ديالك يكون فيه دافع أحد كبار المبدعين في أمريكا السبب أنه لما سألوه كيف صرت هكذا مبدعا هل يوم كنت أجري كالأب لعب كورة طفل صغير فتكسرت قدمه فكان السبب أنه عنده كرسي متحرك لم يعد يجري هذا الجلوس خلا أنه يكتر من المطلعة مطلعة 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 فإذا به صار باحثا كبيرا في الأنتروبولوجيا وصار فيلسوفا وأحصد جوائز وقال الفضل بعد الإله يعود إلى تلك الحادثة التي وقعت لي في رجلي أحيانا قد يكون المرض وأحيانا قد يكون التعب هو سبب في النجاح والتألق فنسأل الله تعالى أن يحفظ أخاكي ويشافيه ويعافيه ويقويه ويجعله مباركة وأنت أب أنت حنا من خافش عليك أنت عندك روح طيبة أنت عندك خلق عندك حياء وإن شاء الله تعالى بهذه الأوصاف المباركة ستبقين دوما في القمة أسأل الله أن يحفظ شبابك ويعطيك النجاح ويعطيك الفلاح وتحية كبيرة للوالد الوالدين اللي في هذه الأيام كانت لقاهم يجتهدون ويتعبون لتحصيل لقمة العيش أولا ثم لتحصيل واجبة التسجيل المدرسي والجامعي هناك تكاليف مادية فالوالد رغم غلاء المعيشة رغم قلة الموارد ولكن تحية كبيرة للآباء كانت لقا واحد مجموعة للآباء يتنقلون من مكان إلى مكان ما لكم هذه الأيام كانت تببت أولادي في المدرسة كانت تببتهم في الجامعة وكينفق هال مصارف دي الكتب هال مصارف دي التسجيل تحية كبير للآباء كل تعابكم عندكم أجر وعندكم تواب وربغت يعتكم المدد من عنده كل ما أنفقتموه من مال سوف يخلفه الله لكم أضعافا مضعفة لأن هذه المالكة تصرفوه من أجل طلب العلم ومن أجل التربية والتعليم وتحية أكبر للأمهات الأمهات اللي همياء في البيوت دي لهم في حول ما أمكن أنهم يوفر واحد الجو جميل وبهيج لأبنائهم وبناتهم قد قاموا يستيقظون صباحا بالابتسام يعدون وجبة الإفطار يهيئون اللباس الأنيق الذي تناسب مع الدخول المدرسي والجامعي ويعطون وصايا وإرشادات لأبنائهم وفلدت كبدهم ويصونهم بأشياء تفيدهم في حياتهم وكتبقى الأم سكينكت سنة العودة للأبناء وقد أعدت وجبة الغداء وحطت لهم الجوتي وبغدت جميل تحية كبيرة للأباء والأمهات وبارك الله لك يا حنان في والديك وفي عائلتك وفي كل أقاربك وإن شاء الله لن يكون إلا الخير في المستقبل القريب للجميع ما دام لنا رب اسمه الكريم واسمه اللطيف واسمه الحنان واسمه الغفار واسمه السطار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونتحول أيها الأحباب الكرام من القنيطرة إلى إقليم تونات مع السلح السوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السيد دكتور الله جزيك بخريطة ونفع مرضيه يا أهلا وسهلا بك سلح السوني أهلا وسهلا بك السيد دكتور بخير الحمد لله مولاي اللهم أبن للجميع يا رحمن يا رحيم أكرمك الله مولاي وحنا كنا نكون لهم كثير من المحبة والاحترام والتقدير والمعزة يا مرحبا بك مولاي مشار في نسيدي يا رحيم كان بغير وقل الله في سبيل الله أعزك الله أخويا أعزيز علينا أعزيز غالي ما شاء أعزيز والله أنتم أعز وأكرم ربي اللي عالم يا الله يجزيك بخير والدكتور نعم سيدي أنا عيش واحد عيشة من هذك مشكلة بزاف نفض منطقة منطقة قراوية جبلية أخويا ياك لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله حكي لنا أخويا الحسوني ذا بنتا ولد منطقة حكي لنا الآلام ديالكم والآمال ديالكم والحمد لله في هذا البرنامج كيسمعوا له ناس كبراء وربما تكون الليسانة توصل بسرعة مني كيبدو بشائر الصباحة سيدي الدكتور مع ثلاثة ليل إيه رحنا كنت جارب التورق عن قلب مشكلة طرق شتي يعطينا شي سطيل ديال شي ببيدو ديال ما ولا جوج الله 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 قسمتك بالله العيو ذا براء الضبضب متفعلين اما كي يخدم اربعة ساعة ويمشي ذا براء من الصباح من السبعة ومقطع لا إله إلا الله اه وشوف على ما شيخ يلعي شو عينا معانات وزا لنا يفوى لقويلها مشنا عند القيد ايا اخويا الحسوني اشنا ما لإجراءات لقمتوا بها مشيتوا عند القيد ديال منطقة يا بلغتوه احنا كانت لبو علماء ما كانت لبو التشيحة بلغتو خدمة ما كانت لبو فلوس ما كانت لبو والو معاوانة كانت لبوها وخدمة حتى الصحة سامحة فيها أنا تبع عن درج لي دبا ديالشي عام وانا كانت كانت جربها الله ما كانت لقويلها ولا سبيطار لان اشي حاجة لا إله إلا الله اه كل ساعة كنت مشي عن تشي فقاي كنت نقول إلا فيها بوزلوم ولا فيها حاجة ولا ما فيها لابوزلوم لو لو رجلي كنت مفعلية حسك الدواء خسك سبيطار حسك نيار خسك لا إله إلا الله وستحسوني اشنا من الإجرات اللي قلتوا بس بل منتخاب ديال المنطقة ديالكم اللي انتخبتوا عني في الانتخابات ما عدنا والو او واحد الرائس كانت ضرم عودا وشي كي يقول لكم انتم ما ساكين عافش بلما أخصكم لأمالة ولا رواس ساكم في الخميسات ويالله جرام فرنسا ديالكم في الخارج لا حول ولا خلال بالله لا إله إلا الله دبا أخو يا حسوني اشنا هم المطالب ديالساكين المحليات اما قطرين عالمة 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 انا اشتي عندي واحد سيدة هنا يا يا ايه 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 عندي كتغيه السيل ديال ما تضيك نقول له لا إله إلا الله وكنا شيء إمكاني ديال حفر حفر الأبار ولا ما العلم ما العلم لا حفر لا بلو لا حول ولا قوة إلا بالله حليفتكم شيء بوبر حل شيء نعجم قطع لك قطع لها واحد الرجال وقالتها فلو صاحب حماد جي طلع للجبل ما دبسنا نظبت للجبل احنا قاسي كيتفرجوا فينا عبالله سيب حالي لا لا ينبغي أن يقعت شيء هذا في مغربين لا وكنت المغربين ديال سيدنا الله ينسلوا لك يسمع زيما يسمعه ويشوفها بدوار أغراض ان شاء الله ذكرنا بالعنوان بالتمام دوار دوار أغراض جامعة سيدة حينها دائرة غفسي دائرة غفسي دائرة غفسي شكرا لك وهذه صرخة من مواطن مغربي غير على وطنه ويعيش هذه الوضعية الصعبة احنا عدنا واحد الهم شديد المغرب مغربونا والأرض أرض أبائنا وأجدادنا ومصيرنا لحنا ما عدنا في النمشو إلا في المغرب ما عن هاجروا ما عن خرجوما عن قوهنا وهذا البلد الأمين لا بد أن نضع الآياد فيما بيننا نتعاون كل مننا من موقعه نتعاون من أجل أن نرفع من مستوى هذا البلد ومن مستوى المعيشة دي المواطنين لكن نحن في المدن عدنا الخير كل موجود حقيقة بدون تزويق ولا تنميق يعني كالقاوا الخير كل موجود رقلنا سيدة الحسوني فاش كيسمعوا وقاوات الصباح وما كيقلبوا عن الماء حنا لكي فقف الصباح الباكر كيدووش بالماء الدافئ وكيشرب قهيوة ديالو وكيسمع الميديا وكيخرج كيقلق المواصلات وكيمشي لأبناء المدرسة ورب البيت كيمشي العمل وربت البيت كيتمشي ديالشوبين والحياة بهيجة ومزدهرة هذا كين الحمد لله ولكن بالمقابل ما حال إخواننا وأحبابنا اللي هم في وضعية صعبة هل يبقى الإنسان يستمتع هو بنفسه وينسى إخوته المفروض أننا كلنا مسؤولون وكل من موقعه العالم القاروي لطالما صاحب الجلالة الملك محمد السيدس حافظه الله ورعاه نادى في خطبه السامية في مختلف المناسبات الوطنية في عيد العرش عيد الشباب في عشرين غش دائما كان يعطي يعطي توصيات ويعطي تعليمات لإقلاع بالعالم القاروي لأن العالم القرية هي الأساس المغرب بلد الفلاحة وبلد تاريخي وعنده تقاريد وعدت في القرية لكن للأسف كالقاو مثل هذه التصريحات اللي قد سيحسوني كالقاو فيها ألم أي نعم هناك قراء تبارك الله وصلاة الخير كله قراء صارت مثل المدينة أو أحسن كان بعض الناس كيهاجر من المدينة ومشير القرية بعض القراء اللي تبارك الله المسؤولين قاموا بها وداروا فيها الطرقات ومد الجسور ومشات المواصلات وكان هناك الإنارة شديدة وقوية والأسواق ما بقاش أسبوعية ولا تأسواق على طول الأسبوع كل يوم والتجهيز في كل مكان لكن بالمقابل تلقوا بعض مناطق وكأن عليها عقاب وكأن عليها سخط وكأن عليها غضب ربما كل عنده شيء أفكار قديمة كان دي التاريخ سيرع لكن بعد الحماية وكان يقولوا بأن هذه المنطقة مغضوبة عليها أو هذه المنطقة لا بد أن نتخلص من هذا الماضي المؤلم الماضي إذا كان مؤلما وإذا كان فيه دماء وصراع وخصام لا بد أن يطوى ولا يروى حتى الإطلاع عليه لا داعي لأنه فقط يقرفك ويعطيك انطباعات سيئة على الوضع لا بد أن نبدأ صفحة جديدة أول ما ينبغي أن نبدأ به هو هذا العالم القراوي المناطق المحرومة المناطق المحرومة لا بد أن تكون هي في أول الأولويات في البرامج دي الإصلاح والبرامج دي التنمية تكون هذه المناطق هي أول الأولوية قبل ما نفكره في مهرجانات دي الموسيقى ودي الغناء أو في نفسه في قراءة القدم أو في برامج أخرى ترفيهية نبدأوا بالأولويات يؤلمون كثيراً نسمعوا السلح السني قل لك أن الناس لقلبه للمأشرب وهذا عار وعيب في حين كالقوا في مدن أخرى هناك أناس عندهم فيلات فارهة في هذه البيسين وكي يغيروا كل أسبوع والحياة جميلة ولكن هذا مواطن وهذا مواطن هذا مغرب نافع وهذا مغرب غير نافع هذا كل كلام لأننا نبغي أن نقطع معه بتاتاً ونبدأ صفحة جديدة غايتها الموساوات بين كل المواطنين ونبدأ بمن حرموا من قبل حرموا نعمة العيش كنتمنى أن النداء دي السلح السني أنه يصل إلى أسماع بعض المسؤولين في هذا البلد الأمين ويسرعون بالاتصال بكل واحد عنده يد للإصلاح رئيس الجماعة رئيس الدائرة القائد دي الملحقة المنتخب والمستشار دي المنطقة يعني يعقدون واحد الجلسة سريعة الناس بغير الماء هذا سهل سهل مهل يعني في 20 ساعة يصل عندهم من الماء العدب الشروب فقط إرادة وعزيمة قوية ثم بعد ذلك نبدأ في الأمور الأخرى ذي الطرقات والمواصلات والمدارس ولكن الناس يعيشوا في قرية بعيدة متناترة نقوم بتجميع القرى كان بعض مرات ربما مش مسؤولي يقول لي كي غندي لي هو عيش في واحد الجبل بعيد والآخر بعيد كان السياسة تجميع القرى نسمعوا القرى فيما بينهم في واحد دائرة معينة باش لدرنا خدمات يستفيدوا منها أكبر قدر ممكن 41 أسرة 50 أسرة تكون مجتمعة ما تكونش أشاء أسر متناترة هنا وهناك الأفكار را كتير والموارد راها موجودة اللي نقصنا في البلاد هي الإرادة القوية أما الأفكار وخندلوا نقلوا اللي نقلوا اللي سبقوا نقلوا كتار منه وكل شي مسجل وكل شي مكتوب الأفكار موجودة نورانية وتقدمية وعملية موجودة الأفكار والموارد المالية موجودة أيضا والسواعد اللي بغي يخدم موجود أش نقصنا؟ نقصنا الإرادة القوية العازيمة نقصنا واحدة الروح دي الجندية وذيك الروح الجندية نقرنها بالتعبد أنا كندر هذه العمال تعبدا لله تعبدا لله لأن ربي عز وجلقي قلنا في كتاب العزيز هو الذي خلعكم من الأرض واستعمركم فيها استعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها عمارة البنية نرى من العبادات من مقاصد الدين من مقاصد العبادة في الدين عن المقصد الثلالي المقصد الأول ما هو؟ Baron وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا المقصد الأول العبادة الرقوع والسجود وتلوات القرآن ولسانك يلهج بحمد الله وتصوم الأيام المباركة وتنفس في الخير THIS guarantee عبادة وما خلقت الجن والإنساء للي يعبدون هذا المقصد الأول ما هو المقصد الثاني؟ المقصد الثاني هو قول الله تعالى هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها استعمركم فيها يعني عمارة الأرض نقوم بالبناء بالتشهيد بالتعمير بمد الجسور والطرقات وشق الأنهار وتجميع الناس وخلق الحياة هكذا ربنا أراد الحياة أن نخلقها فوق الأرض والقضية كلها سهلة مهلة الموارد موجودة الأفكار كثيرة ما ينقصنا هو الإرادة والعزمة وهذا الدور للأحزاب السياسية والدور للنقابات العمالية للأسف هذه الكيانات صارت ربما تقوم بأدور أخرى بعيدة عن هذا التعطير المجتمعي فنتمنى من الله تعالى في الدخول الجامعي والدخول المدرسي وهذا يكون الدخول السياسي أيضا أن الأحزاب السياسية تعيد تعيد برمجة أفكارها وتجميع أطرها وتبدأ الحمد لله المساهمة في الإصلاح دي المجتمع ولكن السلح السنة برابق سيشرب خاصوا المالآن قبل أن تنعقد المجالس وتنعقد الدورات خاصوا الآن هذه السياسة استعجالية خاصوا في غضون 24 ساعة هذه الناس يكون عندهم الماء أرجو أن يكون الرسالة قد وصلت إلى بعض المسؤولين في هذا البلد الأمين ويقصدوا المنطقة دلدائرة غفساي إنها تستنجد بالماء على حد قول سلح سوني حافظكم الله ورعاكم الله وبارك الله في هذا البلد الأمين ونتحول من تونات إلى إقليم إلى الضالبيضاء مع للا عتيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم سيدي كده يا رب سأليك يا مرحمة بك للا عتيقة ربي خليك سيدي واشركم بروقات صحة وسلامة الله يبك فيكم للا يكن سهاني كل شيء في أمان الله الحمد ربي نشكره للا الله يخليك بغيناك باش تدعين عنا في هذه الأيام المباركة بربي يصر لنا في الأعمال ديالنا ورزقه التي سير ورفع لنا الموانئ والعقوزات ورزقنا الله بالأزواج الصالحة وفرحنا الله احتحنا ودعي مع أختي أسماءتي الله يسهل إليها ويجيب للا الله شيء للناس ومع أخوتي في الإردية الإيطالية هم الله يسعدهم مع أزواجهم وطول العمر للوالدين ويجيب لهم الصحة والأفية وكل ما هو مزيان دعي معنا الله يخليك اللهم أمين للعتيقة ربي يخليك رك عدنا مكان كبير عنا ربيعة وركوانت وتهج عزك الله الله يكبر بك للا الله حفظك للا استغفرنا ربي يخليك ديما الحمد لله كنت سنطوليك وكنت سمعوا الدعاوة ديالك وكل شيء وإحنا اللي بغيناك فهذا النهار تدعي معنا وكل المستمعين يقولوا أمين الله يحفظك لنا شكرا لك للعتيقة شكرا لك لا إله إلا الله من خلال هذه المكالمات ديال المواطنين والمواطنات نقوم ب نستشف شخصية الإنسان المغربي والمرأة المغربية أرى الإنسان المغربي ولله الحمد والمنى ولا فخر فيها النية وفيه الصدق وفيه التواضع وطالبة عارخيصة أرى لما تجد شعب أخرى كنا في الديار المقدسة وكنا قلت لقوا مع بعض الناس من سوريا أو من مصر أو كده كالقوا بعض الناس رأى عندهم واحد خطاب فيه عنف يقول لك بين دبابة ودبابة كنا دبابة بين حي فيه مفرقعات وحي آخر كين مدفع كتسمع كلام غريب كين واحد شدة هنا الشعب المغربي طالب على الخبز طالب غير السطر طالب غير الماء طالب غير رحمة الله تعالى الواسعة وهذا يقتضي منا وبين جميع المسؤولين أنهم يبدلون مجهود أكبر مضاعف من أجل ضمان الراحة لأبناء هذا الشعب وضمان الاستقرار والأمان ثم الأرياحية يعني الأرياحية والارتقاء في المقامات في ضمان العيش الرغيد العيش الكريم للا عتقاء من خلال الكلام دي لكن شعر بأنه عند مواني وعند عكوسات كين بعض الأشياء ما عنده علاقة بالمسؤولين كين هناك موانع كين هناك عكوسات اللي ربما نتيجة تدبير سياسوي خاطئ ولكن كان هناك أشياء أخرى في الحياة كين نعاني منها ما عنده علاقة مع المسؤولين هي عنده علاقة بالإنسان الإنسان ربما يبتلى ربنا عز وجل يبتليه يبتليه بنقص في الأموال نقص في السعد نقص في السحة هي تدبير إلهي ما عنده علاقة بالسياسة ولا بالحكومة ولا بالمسؤولين ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز ولا نبلوانكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين هذه النقصة يحدث للإنسان لأسباب كثيرة متعددة إما ابتلاء ربنا عز وجل أراد أن يبتليه كتبه ابتداء هو ابتلاء ابتداء رب يبغي يبتلك ويراك كيف تصنع وكاللي بفعل فاعل كالإنسان هو معين عنده الحساد وتابعه العين وربنا قلنا من شر حاسبين إذا حسد وكين فيها أخرى الله يحفظ عنده أعداء كبار ما شك يحسده هذا كي يزممه يكتبه كي يدر الأعمال السحرية والأعمال الشيطانية وهي تزدهر في هذه الأيام تسعة وعشرة وكي يخلي الإنسان عنده البوار البوار في الزواج البوار في التجارة البوار في الصحة البوار في كل شيء والعياد بالله هذه الأسباب كلها بماذا تزول زوالها يكون بمدى بذكر الله ثم بالإكثار من الدعاء للمولى عز وجل نتدلل بين يديه ونخشع ونخضع ونرجو الرحمة من فضله ونعيمه هذا هو الباب الوحيد لكن عدد النسدب الآن لعندهم مشاكل في الحياة لعندهم صعوبات وعكوسات وموانع أنصحكم ما تتعبوش نفسكم تقلقوا تقلبوهنا وتقلبوهنا غضيعوا الوقت باختصار شديد ركزوا العلاج يكون بالتدلل بين يدي الله أقوم في جوف الليل وأتوضأ وأصلي لركعتين أو أكثر وأسجد لله الواحد الأقهار وأقول يا رب إني قد أصابني البلاء وأصابني الضعف وأصابني الهوان وأصابني الفقر يا رب إني مغلوب فانتصر وكان قنشكي همي إلى خالقي وأدرف لي دمعتين وأسجد لي سجدتين وأركع لي بركعتين وفي الصباح أتصدق بدرهمين ورب عز وجل غد يفتح الأبواب المغلقة الأبواب المغلقة تفتح لأن ربنا عز وجل كل يوم يكتب سيناريو جديد وذلك سيناريو دي الغد يبغي يكتبون الله تعالى يقول يا ملائكتي فلان ضل يدعوني بالليل فلانة ضلت تلهج بحمدي ليلا غدا أكتبوا له مكاتب الخير أكتبوا له مكاتب السعد أكتبوا له مكاتب البركة فإذا العاجب العجاب قد لقى الأبواب بتلقائها تفتح الرزق يأتي إليك والصحة بدون طبيب بلا معالج بلا راقم قد تشفى وقد تلقى عندك القبول في الأرض وفي السماء وقد تلقى عندك الفتاة اللي بغت زوج كيجو الخطاب بوفرة حتى تحتار من تختار وقد تلقى عندك الشاب اللي تقلبها لعمل كتتين عقود العمل من هنا ومن هناك حتى أنه يقع في حي صبيس ماذا يختار القطاع الخاص أم العام أم الهجرة خارج أرض الوطن خير يتدفق عليه فيه من كل جانب وذلك المرأة اللي في السرع مع زوجها قد قد تلك الزوج يدوب بها حبا واحتراما وتقديرا وما يبقى أجدك الغضب فيما بينهما ولا السرع وهكذا أي مشكلة عندك مع الأولاد اللي كانوا عصبيين كانوا مزاجيين كانوا كسولين كانوا غضوبين ربك اصلحهم ويصنعهم لك لتصنع على عيني كل هذا بمدى يأتي بالإكتار من الدعاء وحن الحمد لله ربي سبحانه وتعالى فتحلين هذا الباب في هذا البرنامج للدعاء احنا مجتمعين الآن كلنا في المغرب العزيز في المدني وفي القراء وفي المداشر وفوق الجبال مجتمعين فينا الصالحون وفينا الصابرون وفينا المتقون وفينا أهل الخير والبركة وما الله بيعلم إذا دعونا دعودي الخير ربي عز وجل يكتب لنا جميع المكاتب الخير فاللهم للا عتيقة هذه الشابة اللهم يربس لها شبابها وارزقها القبول وارفع عنها الموانع والعكوسات اللهم يربح أقرجها هي وشقيقتها للأسماء اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم أسعد قلبيهما اللهم أسعد قلوبهم جميعا والولدين يا ربي اللهم أطل أعمرهم وبارك لهم في أعمالهم واجعل أوقاتهم بالذكر معمورة والإخوة لهم خارج أرض الوطن في إيطاليا اللهم ردهم سالمين غانمين وافتح لهم باب الرزق وباب السعد وكل أفراد الأسرة اللهم يا ربي أقرجها في هذه الليلة المباركة ليلة عاشرة اللهم يا ربي ارفع عنهم البلاء وارفع عنهم الشدائد والأمراض والأسقام وارزقهم السعد الجميل يا ربي كل من قال آمين ارزقه مثل ذلك وزياده قلوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعود أيها الأحباب الكرام ونواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات معنا للا نديا من الضار البيضاء مرحبا للا نديا مرحبا للا نديا مرحبا للا هذا البرنامج كورانت حرف 2015 الله يحفظك وينجيك الله يطول عمرك واقسم لك بالبات لا إلا الله أنا ما كنكذبش ما عمسي دي أنا عندي الإفراغ دي كاري عندي إيهود ايه؟ نعم نديا؟ اه تقطع الخط دي النديا للأسف ولكن نغنطلب من أخينا سامي أنه لا قدر أنه يعيد يعيد الخط مرة ثانية باش نسمعوا المشكل ديالها وحنا كلنا أدا صاغية وقلوبائية على أساس أننا نجد الحلول المناسبة لما يتخبط في الناس على قدر ما نستطيع والله تعالى مدبر حكيم حنا غنتظروا ترجع لنا المكالمة ديالأختنا ديال وغناخدوا مكالمة أخرى أم دعاء من تارودانت أم ضحى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك للا كده يلبس عليك الله يبارك فيك للا كمالي ندارك وشي بخير هانيا الحمدو ربي ونشكروه الحمدو الله يا ربي يا كريم وفتا ايامك تظرفت اليام جيدا اقرأت لك صورة الفاتحة ديك ايا دك المرة مسكينة ايا الله يصلحها لك ويحفظها ويبرك فيها امين يا عميك وربي مغيت غير تدعي معنا وتدعي مع الوليدك يدرها واحد در المشكة تعلي لا اله الا الله ام ضحى من دك الايام ده من التأوقع لك الطلاق وش لقيت شي بادير في الحياة لقيت باش تقوم بيستكش عمال باش تقدر تعيني نفسك وابنتك لا والو صعوبة عايشة ده باني فاعم بقريبا ما كينوالو ما كيخدم حتى الواليد ما كيصرف عليه ابو عاما والو مليت اللقتي رجعتها عند الواليد ديالك اه هو رجل كبير وظروفه صعيبة هو ايام عيان مسكين ما كيخدمش وعندك ملد لدوحة في تارودانت كينش مقاولات على المرأة تعال النساك يخدموه وعندك شي قدرة انك تعتمد على نفسك باش تجلبي المال وتصرف على نفسك بعزة وكبرياء ولا ولا ما كنت ما قليلها وعلى خدمة غير الفارما الفيرماات اه الفيرماات كايدرني حتى انا واحدة رجل ما كان كنت نخدم على ذلك الفيرما ذلك شي ده الله يعاونك ابنتي الله يسهل عليك الله يسهل عليك اه ويجيبك الله شوى الناس اللي يحصن بيك ويعودك بالله خيرا الله يحفظك لله ام ضحى لا حول ولا قوتيب شكرا لك ام ضحى ونتأسف نتأسف بان بعض فتياتنا وبنتنا اه كيكتب عليهم المكتب وكيطلقوا كيوقع الطلاق اه كالضيع المرأة المطلقة كالضيع لان في الاول العائلة ديالها ما كونتهاش ما قراتش ولكت قرات قرية محدودة ما تصنعتش وكان كله املها في ذلك الزوج المستقبلي ذلك الزوج اللي غادي يكون فارس احلامها اللي غادي يكون هو المنقد من الضلال والملقد من الحياة اللي هي صعبة كتزوج معها كتمر به سنوات محدودة كيوقع شنزاع شخصا ثم يبرى مطلق وكتلقى نفسها بانها ضائعة من جديد فالول كانت ضائعة بقى شابة بقى عزباء شابة كتشعر بالضيع ذلك الان صارت مطلقة وكلام الناس لا يرحم ثم ان عندها اولاد وتعود الى ابيها تشجر معها اولادها وكتشعر بالضيع وكتشعر بوحد بالاهانة وكتشعر بالفقر وكتلقى بان وضعية مأساوية بغينا نوصل لواحد رسالة بان اللي مزوج مع اشي مرأة ما يبقاش يحاول يفكر انه اللي اقل المشاكل يفكر في الطلق بعض الناس كيوقع عليهم واحد الغضب وكيقول لها اغداغا مشوا للمحكمة واغداغا دي الاجراءات دي الطلق هلما كنقول لكل رجل الزواج هو ميثاق غليط ولا عندك شمراء صبر عليها اعتبر بانها قدرك وانت قدروها ولا صبرت عليها على الاساءة ديالها ربي قد يعودك خيرا عظيما 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 من جهات متعددة رأي بلس يقول لك طلق اغداغا مش للمحكمة وانصب محامي واضغياب بعد شهر او شهرين قد تم الاجراءات ديال الطلق هل انت تهنيتي هل تظن بانك انهيت المشكلة لا يلا تبدأ انت سرت مطلقا صعيف باش تلقى امرأة تانية واللي تبغي تزوج معك مرة تانية دائما تحضر تقول مواقع للأولى سيقع للتانية وكتلقها دائما تنظر نظرة مادية ما هي الضمانات باش تكمل معك الطريق وتخلصك بانك ضائعة كتقول كن غابقيت مع الأولى ثم ديك الأولى اللي طلقتها كترجع لربها هي كانت فرحانة تزوج غدر أسرها غدر ولدات غدر عائلة فكتسك ديالها وراجع منكسرة الجناح مهمومة حزينة والدموع لا تكاد تكف عن وجهها ودخل ضربها وبها مسكين ضعيف والأم ضعيفة ومسنين وكتلقى المأساة تتكاتر هذه كلمة المطلقة ما عندها تعليم ما عندها صنعها ما تقدرش تخدم وكتبقى دائما في وضعية صعبة وهذا الشيء يتراكم عندنا في المجتمع وكتعود المأساة وكتعود عندنا البؤس وكتعود عندنا الفقر وكتعود عندنا العقد النفسية وكتعود أشياء أخرى لدائني ذكرها فكتمنوا بأن كل واحدة عنده سيزوجة يصبر عليها يصبر عليها ويحاول ما أمكن يجد الحلول الحلول موجودة واللي ملقى التحل كوتش باش يعلموا طريقة تدبير خلال الأزواج ويعلموا كيفية بناء وصناعة الإنسان هاتش كلام طويل أحسن طريقة بلا ما تتقلب هنا ولا هنا ركز على الخلق واحد وهو الصبر فقط في العلاقة الزوجية اصبر وصابر ورابط غير صبر خلك مع الصابرين ورب يقلك إن الله مع الصابرين ماشي بالدور يتقلب على شي واحد مسؤول كبير عنده خبرة ومهارة في فن الحياة والسلوك الاجتماعي والخبرة الإنسانية وخصوه خصوه معه جلسات ومكلفة مادياً وغتلف أحسن طريقة نوصك بها ونصبها نفسي الصبر ثم الصبر ثم الصبر إن الله مع الصابرين واللي يصبر ربك يفتح عليه ربي غادي يفتح ربي غادي يبدي النفس وغادي يبدي الأجواء وغادي يبدي الأشياء كل يوم هو في شأن وكي بقى فينا الحال لما نرى مجموعة بناتنا وأخواتنا مطلقات وعندهم عيال وعندهم ولدات وعندهم بنيات نموذج الأخت أم ضحى أهي الآن من تارودانت ومعروف أن أهل تارودانت ناس فيهم الحياء ومسالمين ناس مسالمين ناس معطائين يعني كيف أنها تطلق كان لو أصبر عليها قليلا كان ربي غادي يبلك لهم وأكبر ضائعة هنا هي البنية لولدهم ملك يضيعوا هو ملك يكلوا الدقة الكبيرة كتشعر بأن ضحى أنا كنت أذكر ذاك المرة الأم دي لك كان قرأت لكم ما تيسر من القرآن وقتل سواء الفاتحة وضحى كتكرم زيان ولكنها تتلعتم هتتلعتم من جاه مش بأنها لم تحفظ جيدا لأنها عندها عندها بالداخل لك تخفي أحزان من اللي اطلقت الأم مع الأب وعرفات ما يروج بينهما كتشعر بأنها ممزقة من الداخل كتشعر بأنها محطمة من الداخل فلديك يوقع على الارتباك وكيوقع على نسيان لأنها لم تعيش الاستقرار الأسري فكان واحد الرسالة بغت ندوزها الآن هو كل واحد عنده سيزوجة الظاهر دعليكم اسبروا وصابروا ورابطوا وعلى أقبل ذلك الولدات دير تنازلات تنازل 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 لن تكون منهزما ربنا عز وجل سوف يعطيك العزة ربنا سوف يعطيك العلع ربنا سوف يعطيك الخير والبركة والتيسير ما نسوش هناك ما يسمى بقانون التعويضات الإلهية ما تقولش بينني أنا ضيات شبابي وضيات عمري وغير نعطي غير نعطي وما تخافش ربي قد يعود يردليك بالأضعاف المضاعفة حسب قانون التعويضات الإلهية تعويض جسيم وتعويض سميم يأتيك من الرحمن سبحانه وتعالى أم الضحى والله يا بنتي ركي في قلوبنا وحنا حاسين بالمعاناة ديالك ومن نبر الصوت يديك نعرفه شخصيتك أنك أنت واحد الفتاة مسالمة فتاة مرضية ولكن جرى القلم القدرة عليك وصررته مطلقة وعندك ابنية وظروفك صعبة نسأل الله تعالى في هذه الليلة ليلة عاشرة وربنا في هذه الليلة يكره الظلم والظالمين ويحب أهل اليسر وينصرهم يعيدهم بالنصر ويعيدهم بالخير والبركة والتيسير فنسأل الله تعالى الكريم المتعالى لأم الضحى أن يحفظك ويسترك ويعودك خيرا مما ضع أسأل الله تعالى في القريب العاجل يعودك خيرا مما ضع ويحفظ لك ابنتك ضحى ويغنيك من فضله الله يفتح لك أبواب الرزق المغلقة الله ينسأك رزقا حسنا ويحفظك ويرعاك وجميع بناتنا المطلقات قلهم في وضعية صعبة نسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة أن ينظر إليهم بنظرة الرحمة ونظرة اللطف ونظرة الكرم والجود والعطاء اللهم آمين يا رب العالمين ونتحول من تارودانت إلى إقليم وجدة مع السيد ريس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السيد ريس مرحبا بك أهلا وسهلا الحمد لله أخي الحمد لله والله نحبك في الله وديه أستي دكتر أكرمك الله ويحفظك الله ورعاك ونحبك ونحب من يحبك ونحب من يحبك لا إله إلا الله محمد رسول الله الله نبرك من نور الله لا إله إلا الله يبعتنا عليها يوم القيامة يا رب نشكرك بزاف ونشكر أخ سامي على إجابة دينا نعم سي سامي دائما في استقبال المكالمات بابتسامته العريضة أهدرت معك واحد مهار على بكل سجدت في مدينة بعرفة إياه سيد إياه ما زال هذي يجبع يا رب عادي عاني بالمساعدة إياه إياه لقد أخصنا على حساب واحد لقد أخصنا على حساب واحد 30 مليون إلى 35 مليون سمتين إلا كل شي أخبر معي أتلاقته وقال لي أخبر مع الأستاذ قال لي وقل له كيفش هكيفش إلا كل ممتنش محسنين في هذا الشهر المبارك إياه أخويا دليس أعود ذكرنا لابنتما كجمعية كتقبوا ببناء مسجد في منطقة بوعرفة جمعية مسجد بحي في المغرب العربي بوعرفة حي المغرب العربي بوعرفة من نسلم المكلام معك تعطي الأخسامي إن شاء الله نتوصلوا معه بإذن الله لبن نعرفه السيدريس إن شاء الله أنتما كجمعية كتقبوا ببناء هذا المسجد في إقليم إبو عرفة إبو عرفة أين وسط الأشغال لحد الساعة؟ أبقى لهم مش بزاعة بك لما حسب الصمعة وبك شيء بك عاد ذليج مازال بك لما بعد البيبان إياه دب هدو غير جمعية كتقوم بالبناء دير ومش الوزارة دير الأوقاف إياه جمعية إياه جمعية دينا هدو كنال جمعية بوعرفة إياه بيناتهم جمعية إياه جمعية بيناتهم إياه إياه يا ربي يا كريم ده بس يدريس اللي بغي يقصد هذه المنطقة في المسجد ما في نواح دي الوجده وما غيرها باش نذكروا الناس ربما كلك يسمع فينا الآن وباغي يساهم في بناء مسجد ما عرفس فينين فيه إياه باش تدلوا علىنا يصل عندكم بوعرفة إياه جمعية بناء مسجد نعم حي المغرب العربي حي المغرب العربي ببوعرفة بوعرفة أي أشبيت المسجد أخويا سميتو ما زال ما تسماش إياه باش الإسم دين المسجد اسميه دينه هي هذي اسميه دينه اسميه دينه اسميه دينه اسميه دينه اسميه دينه يوفق الله سبحانه وتعالى والوالدين إن شاء الله والله يتقبل منكم يا رب والوحد صيد السيب الأخذي اللي يرى لي معدار العملية نطلبه للشيفاء إن شاء الله يسمه حلب دير المستشفى التهكولوجية في وجده يا رحمة يا رحمة ونطلبه واحد ديوعة كاملة نهزوي الدينه للوطن دينا والسلطان دينا إن شاء الله تقدم إن شاء الله والفرح والإزدعار إن شاء الله يا ربي سيدريس قبل ما تخطع سيدريس غندوه ذك الأخ ساني وخلي التليفون دي الرئيس لتعالجمعية اللي بغى ربما يخدون معلومات أو بشي ساهم في بناد المسجد من رب تلتصال معها بإذن الله الوحيد لأحد شكرا أخي إدريس وكان بغي نور بمثل هذي المبادرات مبادراتك تقوم بها واحد المجموعة للجمعيات على المجتمع المدني الجمعية الحمد لله مغربونا معروفون بنشاط متميز لجمعيات المجتمع المدني هي بالألاف كل هي نشطة وكل هي في طريقها إلى النشاط وكل بقى كتتعلم وكل تبارك الله وسط واحد المستوى عظيم كتربة شاركات مع الوزارة فهذه الجمعية تقوم بأنشطة لصالح الساكنة على اختلاف في المطارب للساكنة كلها لينبغي أن نشجعها وينبغي أن نأخذ بيدها وخصوصا للجمعيات التي تقوم ببناء المساجد نحن رغم في مغربنا العزيز عدنا مشاجد كثيرة الإحصائية تقول بأنه أكثر من خمسين ألف مسجد المغرب العزيز عنده أكثر من خمسين ألف مسجد ومساجد عظمى وكبرى تبارك الله هي لك تبنيها الأوقاف الأوقاف الشو الإسلامية حينما تريد أن تبني مسجدا لا تبني أي مسجد تبني مسجد ومع ذلك رغم كل هذا الزخم الكبير ما زال عندنا أحياء ناشئة مع التمدد العمراني ومع البناء اللي كيتم هنا وهناك كالقوا الناس كيبنيوا وكينسوا المسجد كتلقى كينسوق الناس غادي يكلوا يشربوا فيغ يصليوا من اللي كتبغي تبني شي جمعية كتبني ربما مسجدا لقد الحال غير مشي دوبزوا به الوقت ولكن ما كيكفيش فكتقومش جمعية قوية عند إرادة كتقول بأن هذا الحي إلا ما كاش عنده مسجد غد يبقى هكذا في الضياع لأن الحي من اللي كيتكاتر وكيوقع فيه الأحياء السكنية والبناء وغيرها ما كاش فيه مسجد غدكتر فيه الضياع ممكن يكون فيه الإجرام ممكن يكون فيه السلوكات المنحرفة ولكن المسجد من اللي كيرتفع الأذان والناس كيشوفوا الصومع والناس يهبون إلى بيت الله كتلقى واحد الاحترام يسود المنطقة برمتها وهذا الأمر هذا هو يرجع إلى الوزارة المعنية للأوقاف الشو الإسلامية لكن هناك أماكن الوزارة كتخليها لأهل الخير يتنافسون فيما بينهم إما لمحسن كبار عندهم أموال كتلقى ما تفضل بدك تلقى شيء مسجد منها رجل واحد إما كان سفير سابقان وأجمع المال ودار الخير وابغى إلقاء الله تعالى هو عنه راضي فذلك المال كله يقول لنا سأبني به مسجد ويبني شيء مسجد مبارك مسجد ضخم أو كان رجل أعمال أو كان هكذا كتلقى مسجد الكبرى لكن في الأماكن المدن الصغرى وغيرها ما تلقوش الناس أترياء فكيقوموا الجمعيات على المنطقة يقولوا أجم تعاونوا لبناء مسجد وغانا بديو مسجد ماشي أي مسجد ماندلوش مجد صغير ولا عشوائي خصوكو مجد بالقواعد ديالو فكيقوموا الأرض وكيقصنوا المهندس وكيقوموا بالإجراءات مع المجلس البلدي ومع النظرات للأوقاف ومع المندوية الشر الإسلامية ومع العملاء ولكن كيبقى ليهم التمويل لأن في الأول من اللي كتضرب الساس وقدرب الضلاء الأمور ما زال انطلاقة قوية مزيان ولكن من اللي كيوصلوا الأمور اللي صغرى الزليج والجمال للجماع الأفريشة وغيرها تلقوا صعوبة كبيرة وهنا المساهمة دي المسجد المحسن يكون واحد محسن لباسل عنده أموال طائلة رابون كي المواطن بغي ساهمها بألف درهم تهوي تسمى بأنه ساهم في بناء مسجد يذكر فيه اسم الله له ذلك ولكن كيف يصل إلى هذا المنطقة طبعا الدولة تقدر واحد القوانين احترازية لأن هذا الأمر لا يجب أن تكون مفتوح على مصرعيه تكون واحد القوانين كين واحد حساب بنكي فيه المداخل فيه المصاريف فيه الرقبة باش تبقى دائما الأمور محصنة فغالبا اللي كيقصدوا بناء المساجد رككو فيهم ثقاء مبدئيا الثقاء الكاملة لأن اللي بغي يلعب ما يلعفش مسجد الله كيمشي الأماكن أخرى ولكن ماذا ما ذهب إلى مسجد الرحمن فإنه من أهل الله ومن الصالحين هذه الصفة التي عليه فكان بغيوا اللي بغي يساهم مع السيدريسة من مجدع كنذكرهم في إقليم بو عرفة حب بدل وغير الأماكن المجاورة لإقليم مجدع والناس اللي هم في الدائرة دياله يسولوا على في إقليم بو عرفة الحي دي المغرب العربي حي المغرب العربي ثم غد يلقاوا جامع في طور البناء مازال ما كتاملش فغد تكون مناسبة أن كل واحد يريده إلكت الكترة دي المشاركين ركلك يبغي سان بألف درهم ألفين درهم كتبا قليلا ولكن لكترة دي الناس كيبغيته ويبعت يوم القيامة ساهم في بناء مسجد غد يكون له أجر وتواب عظيم ولكن شو واحد من المدن الأخرى من أجادير من مراكش من طانجاب غي ساهم حناخذنا الرقم تليفون للرئيس الجمعية نعطوه ليه يتوصل معهم ويكون خير بإذن الله الضهم يا ربي بارك وتقبل من الجميع وهنيئا لكل من ساهم بقليل أو كثير في بناء مسجد يذكر فيه اسم الله اسم وقف يعني أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث منها صدقة جارية هذه صدقة جارية كل من ركع كل من سجد كل من عبد كل من تلى القرآن لك نصيبه من الأجر والتواب بإذن الله تعالى شكرا لك أخي دريس من وجدة وإن شاء الله تعالى ربي كملك الرجاء وحفظ الله تعالى سيد يحمد المريض الصحة والعافية وتمام العافية وحفظ الله هذا البلد وجعله آمنا مطمئنا تحت ضل الرعاية السامية لصحبي الجلال أمير المؤمنين حامي حما الملة والدين محمد السادس حافظه الله ورعاه وبارك الله في خطاه شكرا لك أخي دريس من إقليم وجدة ونتحول إلى إقليم ميدلت مع للا خديجة على السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بس عليك الله يبقى فيك للا وحبا لنطلق كل شي بخير نحاب دين الشاكر لله تعالى الحمد لله أنا فرحة نزاف زاف هاد النار حتش دليل خطرنا المبارك وحق الله يا مرحبا بك للا الحمد لله أنا قريبا بغيتك تدعي معي ان شاء الله بغيتك تدعي معي في شيخ ديمة ان شاء الله وشي زوج صالح يا رحمن يا رحيم ودعي مع الأم ديه لأمنا والهي اللي كانت هادرت معك اياه يا ربي يا كريم ودعي معك جميع بنات المسلمين وبغيت من المنادي الكريم قريبا ضروري مرحبا بنتي مرحبا اهلا وسهلا بك انا عندوزك ان شاء الله للسطنطار ان شاء الله اياه بإذن الله شكرا لك يا بنتي حافظك الله ورعاك الله واصلحك الله الله اقلك الرجاء وهد الساعة المباركة هد الساعة العظيمة المعظمة اللي هي ليلة عاشرة لعل هذا الوقت المتأخر من الليل نسأل الله تعالى ان يحقق رجائك ويبلغك مقصودك ويعطيك الله الزوج الصالح والدري الطيبة ومنحك الله تعالى وحد العمل اللي هو ميسر ورزقه وفير وبركته كثيرة واجمع شملد العائلة كلها بفضل الله وجود الله وكرم الله لأحباب الكرام معنا كنا في الاستماع هيا بنا في هذا الوقت المتأخر من الليل ندروا واحد دعوة للخير دعوة اللي هي مفتاح الفرج نتوسل إلى الله تعالى بأحب الأشياء إليه ومن بينها الصلاة على النبي المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه ليلة باركم سعودة ليلة عاشورة لبعض الناس ربما يمشون فيها الشعودة والسحر والبعض الآخر ربما يقوم بتقوس وعادات وتقاليد بالية عافى عن التاريخ كالحرائق والمفرقعات أو اللعب بأشياء معينة لكن خير ما نستعين به في هذه الليلة المباركة هو دعوة إلى الرحمن وخصوصا التوسل بالصلاة على النبي المصطفى الصلاة على النبي المصطفى مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج يكفي أن الإنسان ينوي في قلبه ماذا يتمنى على الله في هذه الليلة تمنى على الله كله بغي غير قوة الإيمان وقوة اليقين كله بغي غير الصحة وعافية كله بغي الرزق الوفير ومال الكثير كله بغي صلاح العائلة فمجرد أنك تنوي ما تريد في قلبك ثم تلهج بالصلاة على المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا بأبواب السماء تفتح وإذا بالله عز وجل يقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءون يدعونني ويتوسلون إلي بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله فإذا بربنا عز وجل يعطينا من الخيرات والبركات ما الله بيعلم فاللهما لك الحمد بما أنت أهله اللهم لك الحمد بما أنت أهله فصل على سيدنا محمد بما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقى وأهل المغفرة فاللهم صل على نبينا محمد صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى اللهم صل وسلم على نبينا محمد خير من هلل ولبى وأفضل من طاف وسعى وأعظم من سبح ربه الأعلى اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي جاع فصبر وربط على بطنه الحجر ثم أعطي فشكر وجاهد فانتصر اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي كان القرآن العظيم حجته والصلاة راحته والصيام بهجته والصدق حرفته والأمانة سره والخلق العظيم سيرته اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي فاضت من الذكر دموع عينيه وفح عطر التسبيح من شفتيه وسبح ربه حتى ورم الحصير قدميه وسمع تسبيح الحصى بين كفتيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي سلم عليه الحجر وحن إليه الشجر وانشق له القمر يا مولانا يا ربنا في هذه الليلة المباركة صل على سيدنا محمد سيد المرسلين سيد العابدين سيد الحامدين سيد المتقين سيد الراكعين سيد الساجدين سيد الشاكرين سيد الذاكرين سيد المجاهدين سيد الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد إمام الخيري هائد الخيري ورسول الرحمة اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسده في الأجساد وصل على قبره في القبور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه صل يا مولانا على سيدنا محمد صلاة جلال وسلم عليه سلام جمال اللهم صل عليه صلاة ترضيك وترضيه وتردى بها عنا يا أكرم الأكرمين اللهم صل على الحبيب البشير الشفيع النذير وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصرت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى ونحر وطاف بالبيت العتيقي وقبل الحجر اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام متصلة الدوام لن قضاء لها ولن سرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدنا وتفرج بها قربنا وتقضي بها حوائجنا يا رائم بأمر الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله يا رب العالمين في هذه الليلة المباركة ليلة عاشوراء ليلة الخير ليلة المغفرة ليلة الردوان ليلة النصر ليلة استجابة الدعاء صل على سيدنا محمد صلاة طيبة مباركة تدخل بها إلى قلوبنا السعادة والبهجة وتجمع بها شملنا وترفع بها مقامنا وتغنينا بفضلك عم من سواك وتجعلنا من أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين عجل لنا بالفرج عجل لنا بالفرج فضلا منك وإكراما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أيها الأحباب الكرام جميعا في هذه الساعة المباركة إياكم أن تملوا أكثروا من الصلاة والتسليم على رسول الله في هذه الليلة المباركة يفتح الله لنا ولكم أبواب الإجابة ويملأ قلوبنا وقلوبكم بالفرحة والسعادة فهيا جميعا نصلي على رسول الله السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة